اشتركوا في القناة الدكتور عبدالله محمد أحمد نائبا لرئيس الجامعة لشيون الدراسات العليا والبحث العلمي وقضت المادة الرابعة بتعيين المهندس الدكتور وائل مصطفى علي محمد نائبا لرئيس الجامعة لشيون الطلاب فيما قضت المادة الخامسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشيون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتفعيل العمل الإغاثي والتنموي وتحديد المشاريع ذات الأولوية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقها وكذا العوائق المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي لعرقلتها ونهبها إضافة إلى أوضاع النازحين في مأرب وعا تصاعد الهجمات الحوثية واستهداف مخيماتهم وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومية المفذولة للتعامل مع وضع النازحين في مأرب جراء لسهداف المتكرر والهجمات الإرهابية الحوثية ضد مخيماتهم وما نجم عن ذلك من مضاعفة لازمة الإنسانية وأهمية تخصيص الأمم المتحدة مزيد من الموارد لمساندة هذه الجهود لتوفير الإيواء والإغاثة العاجلة لهم أعدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية بميدان التحرير بصناعة تسعة مواطنين بينهم طفل بعد أن لفقت لهم تهمة الاشتراك بقتل الهالك صالح الصمد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للميليشيا الحوثية والذي لقي مصرعه إثر غارة لطيران التحالف في أبريل 2018 بمدينة الحديدة وبحسب أقارب المواطنين الذين تم إعدامهم فقد حرموا من أدنى مقومة العذالة وتعرضوا للتعذيب وتنكيل والإخفاء القسري وأجريت لهم محاكمات صورية شكلية حرموا من خلالها من الدفاع عن أنفسهم كما حرمت أسره من الحق الزيارة هذا وقد لاقت جريمة الإعدام البشع إدانات واسعة والسنكار شديد من قبل العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وتفاعلا وسيئا واسعا من قبل الحقوقين والناشطين بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي أعلن الجيش الوطني مصرع وإصابة عشرات المسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مواجهات بمحافظة البيضاء وقال مصرع عسكري إن قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية خاضت معارك شارسة ضد مجامع من ميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت الهجوم على مواقعها في جبهة ناطع مؤكدا كسر أبطال الجيش والمقاومة لهجوب الميليشيا وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح بالإضافة لتكبيلهم خسائر في العتاد العسكري قتل أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية وإصيب أخرون بهجمات متزامنة شنتها الميليشيا الحوثية في جبهات حيس والتحيطة والجبلية جنوب الحديدة ضمن خروقات الميليشيا المتصاعدة لاتفاق السكولمة وأفدت مصادر عسكرية ميدانية بأن الميليشيا التابعة لإيران هجمت مدينتي حيس والتحيطة ومنطقة الجبلية أتابعة لمديرية التحيطة واستخربت المختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وغطاء ناري كثيف بقضائف الهون والأسلحة الرشاشة طالت منازل المواطنين في أطراف المناطق المستهدفة انتهى الموجز شكرا للمتابعة دمتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر